السلام عليكم الدرري المدرب خلوزيت هو مرة أخرى على اللاعب حاكم زياش والسيبعات في حوار مع موقع كورا الخليجي بحيث سؤال مهم بخصوص مزراوي زياش وقال كلام خاطر وأيضا جبت لكم شنو قال الأخ دي العدد صمات زلزولي على الأخ وشنطرالي حاليا والضغوطات وباللكاعي لكيف اشتفاعله الجماهير والخبر المهمة لخوشة كل ما في هذا الفيديو تبعوتي للأخر نبدأوا بالتفاصيل في الحوار دي خلوزيت مع موقع كورا سؤاله هناك إجماع أيضا على عدم القبول بأسباب استبعات زياش ومزراوي في قائمة ما تعليقك؟ لقد مللت من هذه الأسطوانة لأنني كررت وأوضحت مرارا موقفي من اللاعبين وتحديدا حاكيم زياش لقد قلت إنه لا مكان لللاعب بل متمرد معي حتى لو ضحيت بمنصيبي ولن أشنازل عن مبادئي اليوم أرى أن الخوض في موضوع زياش ونحن مقبلون على الكان فيه تقليل من قيمة الحاضرين وإهانة لهم لن أسمح بها لقد ضحوا معي وسأضحي بدوري لحمايتهم بطريقتي سولو قالوا له لكن من حق الجمهور المغربي فهم ما جرى مع زياش لأننا نتحدث عن بطل أوروبا رفقة ناديه قال لهم قلت إن قميس منتخب المغرب فوق الجميع ولن يرتدي إلا من يلسحقه ولا مكان لأي لاعب متمرد وغير منضبط لا يتمثل للتعليمات مثل هؤلاء لما كان لهم معي لقد بنيت مجموعة قوية انتصرنا من دونه وحققت أرقام مذهلة في التصفيات وأعتقد أنها تتسحق بعد الاحترام والدام نقول لكم شو نقال أخي مغربي مئة في المئة ولطالما كان حلمه أن يحمل ألوان المنتخب المغربي هو لم يرفض تمثيل بلده بل طلب فرصة فقط لكي يفرض نفسه معاناديه حتى يصبح جاهزا لتمثيل المغرب للأسف منذ يوم أمس وشقيقي يتعرض لوابل من الشتائم عبر مواقع التواصل الشمعي إنه حالي نشعر بحزن كبير جراء ذلك أشبه لكم تمام بلان هذا ما كان أتحال الله وليفرازكم